بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا واضح من الجميع ويبقى الآثار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيضا مشاهدون في هذه الحلقة الجديدة ويبقى الأثر رحلة أفقاي الأندلس المعروفة برحلة الشهاب إلى بلاد الأحباب سجل فيها أحوال مسلمي الأندلس بعد سقوطها ومحنتهم واضطهاد النصارى لهم وإجبارهم على تبديل دينهم وما بذله سلطان المغرب وأهل تونس والسلطان العثماني من جهود لإنقاذهم وفيها تفاصيل وأحداث ومناظراته للنصارى نتوقف عند بعض الاقتباسات منها كما عودناكم في هذا البرنامج ويبقى الأثر ليعلق عليها ضيفنا الأستاذ محمد إلهامي الباحث التاريخ والحضارة الإسلامية أهلا وسهلا بك أستاذ محمد حيكم الله أمولانا أهلا وسهلا مبارك فيك في هذه الحلقة عندنا إذن رحلة الشهاب أفقاي الأندلسي من هو أفقاي الأندلسي؟ نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه هي رحلة من أكثر الرحلات تشويقا أفقاي الأندلسي هو رجل من المسلمين من نسل المسلمين البقين في الأندلس بعد سقوط الأندلس فهو من هولا يقوم الذين عرفوا بالمورسكيين والمدجنين والعرب المتنصرين لأنهم طبعا الإسبان بعد سقوط الأندلس أجبروهم على التنصر أجبروهم على التنصر وحاربوا كل مظاهر الإسلام وكل مظاهر يمكن أن يجتم منها الإسلام يعني كانوا ربما عرضوا المرء لظروف فعالية بحيث أنه لو ظهر منه مثلا يا محمد سبحان الله يعني استغفر الله يعد هذا دليلا هذا ما يعرف محاكم التفتيش نعم هذه كانت حقبة محاكم التفتيش فهذا الرجل هو ولد في ولد بعد السقوط ولكنه احتفظ بالإسلام بفضل أبيه وأمه لأن المسلمين حقيقة يعني كانت لهم قصص مقاومة هائلة وباسلة ولا تكاد تصدق في واستمرت قرونا استمرت قرونا ذكرت أكثر من مرة وأعيد الذكر الآن أن بعض المسلمين بقي أربعة قرون يحتفظ بإسلامه سرا أربعة قرون هذا أمر يعني خطير جدا والحديث على الشريحة من المجتمع الإسلامي والأفراد لا شك أنهم لا يصلون مثل هذا العمر نعم طبعا أنا أقصد المسلمين كأجيال نعم وهناك فيلم وثائقي بعنوان المساء الأخير على قناة الجزيرة نعم ذكر فيها يعني بعض هؤلاء بل إن بعض الذين أسلموا الآن من الإسبان الأسلم الآن من الإسبان حين أسلم رأته أمه وهو يصلي فقالت له ماذا تفعل؟ قال أصلي قالت لقد كنت أرى جدي يفعل هذا يعني الأجيال تقاربت جدا فهذا أخونا اسمه شهاب الدين أحمد بن قاسم الحجري أو الحجري هذا الرجل تعلم اللغة الإسبانية وأتقنها لكي ينفذ الهروب إلى بلاد المسلمين بلاد المغرب هو يقول أن أحد وسائل هم طبعا كان الإسباني يفرضون يعني حصارا وحراسة على الحدود المتجهة إلى المغرب لكي يقاوم تسلل المسلمين إلى المغرب فهو تعلم هذه اللغة وأتقنها إتقانا كبيرا حتى إذا رأوه على سواحد المغرب لا يتشككون فيه لشدة إتقانه لهذه اللغة وبالفعل نفذ مغامرة جريئة للهروب هرب من إسبانيا إلى برتغال ومن برتغال إلى المغرب وبعد ذلك في المغرب لإجادته لهذه اللغة ولما كان عنده من العلم عمل سفيرا وترجمانا لإستلاطين السعديين السعديين كانوا يحكمون المغرب في ذلك الوقت وهناك أخذ كثيرا من العلم أيضا عن علماء المغرب ثم ذهب إلى الشرق لكي يؤدي فريضة الحج وفي طريقه إلى الشرق نزل بمصر وأقام فيها وتدرس فيها وتعلم فيها على يد الشيوخ المالكية الموجودين في مصر وأعجب على وجه التحديد بالشيخ المالكي المشهور مصري اسمه علي الأجهوري نعم فعرض عليه الرحلة التي سجل فيها تاريخه في الهروب وفي السفارة بين ملوك المغرب وبين ملوك فرنسا نعم وهذه الرحلة كان يسميها رحلة الشهاب إلى بلاد الأحباب هذه يقصد بلاد الأحباب هنا بلاد المسلمين نعم فالشيخ علي الأجهوري لما نظر في هذه الرحلة أعجبته نعم وأعجب منها على وجه خاص بالمناظرات التي جرت بينه وبين القساوسة نعم وفي رحلته إلى فرنسا وإلى هولندا جرت بينه وبين النصارى مناظرات نعم فهذه المناظرات سجلها في رحلته فالشيخ أوصاه بأن يستخلص هذه المناظرات نعم ويجعلها كتابا مستقلا نعم فهذا الكتاب المستقل سماه الفقايل أندلسي سماه السيف الأشهر على من كفر نعم وفي أو سماه أيضا ناصر الدين على القوم الكافرين نعم الذي بقي لنا هو هذا الكتاب الذي استلت فيه المناظرات بينما الرحلة نفسها ضاعت ضاعت مع أسف الشديد كل هذه التفاصيل في هذا المختصر ليس الأصل يعني نعم وحين نقرأ هذه التفاصيل تشتد حسرتنا على الرحلة التي ضاعت لأن في هذه التفاصيل يصف فيها أحوال المسلمين في الأندلس بعد السقوط وكيف قاوموا وكيف احتفظوا بالقرآن وكيف نطوروا نظاما للتعليم ونظاما للتدريس ونظاما للتنشئة على الدين كلها أنظمة سرية ويحكي أحوال المسلمين في مهاجرهم سواء في مسلمين هاجروا إلى فرنسا والمسلمين الذين هاجروا إلى فرنسا وجدوا رعاية جيدة من الفرنسيين في ذلك الوقت لأن الفرنسيين في ذلك الوقت كانت علاقتهم جيدة بالدولة العثمانية على خلاف الإسبان الذين كانت علاقتهم سيئة وكذلك أحوال المسلمين الأندلسيين في المغرب وأحوال المسلمين في تونس وكانت أكثر مكان لقيا أو استقبل مهاجرين من الأندلس وكذلك الأحوال السياسية يعني محاولة التحالف بين العثمانيين والهولنديين والمغاربة على الإسبان في ذلك الوقت فالحقيقة لدينا كثير جدا من التفاصيل حتى أحوال النصارى وأحوال الكنائس أحوال البابوات وكيف يدخلون يغيرون ويبدلون في الدين فيعني الذي بقي هذه الرحلة الصغيرة غزيرة جدا بالمعلومات فهذا مما تزيق معه حسرة نعم له عدد من الكتب الأخرى لكن عرفنا منها كتابا كان قد ترجمه إلى العربية هذا كتاب كتبه أندلسي مورسكي لا يفهم العربية عن الآلات الحربية فهو ترجم هذا الكتاب بعنوان العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع يصف أحوال يعني كيفية صنع واستخدام المدافع نعم صحيح وهذا وهذا ترجمه لسلطان المغرب وكان يعني أيضا يظهر أفقايا الأندلسي علما بالفلك وعلما بالجغرافيا ويستخدم هذه العلوم في الرد على اليهود وفي الرد على النصارى وفي إثبات باطل ما جاء في الكتاب المقدس المحرف فحقيقة هو رجل على قدر كبير من العلم ورحلته على قدر كبير من الفائدة لكن هو أيضا وصف وكانت الفترة التي يؤرخ لها يعني بداية دهور البروتستانتية والصراع المحتدم بين الكاثوليك والبروتستانت ربما هذا أيضا استفادوا منه يعني المسلمون في التنفيذ صحيح مع المسلمين الأندلس طبعا نحن الآن نتكلم في فترة القرن السادس السادس عشر الهجري أو يعني نحن في نهاية السادس عشر الميلادي وبداية السابع عشر الميلادي هذه هي الفترة التي نتكلم فيها والحادي عشر الهجري نعم هذه الفترة التي نتكلم فيها كان البروتستانت بدأ يكون لهم نفوذ ووجود وبدأت بريطانيا وهولندا تنقان البروتستانتية وهذا مما كان يجعلهما على خلاف مع الكاثوليك الكاثوليك طبعا الذين كانوا مركزهم في إسبانيا وكذلك في فرنسا طبعا بخلاف البابوية الموجودة هناك حقيقة من الأمور التي نلتفت إليها هنا أن هذا أمر على الأقل لم أره قبل ذلك في الكتب التي تتكلم عن الدولة العثمانية لماذا كانت الدولة العثمانية ذات علاقة جيدة بفرنسا في ذلك الوقت أحد الأسباب التي صنعت هذه العلاقة الجيدة هو النفوذ العثماني في التأثير على فرنسا في رعاية الفارين واللاجئين إليها من المسلمين الأندلسيين وبالفعل المسلمين الأندلسيين كان لهم ما يشبه الحكم الزاتي أو نقول كان لديهم قاضي يحكم فيهم ويأخذ من أغنيائهم أموالهم لترد على فقرائهم فكانوا يعاملون معاملة جيدة في فرنسا فضلا عن أن الخلاف البرتستنتي هذا كان وسيلة للعثمانيين ووسيلة للمغاربة لكي ينشأ بينهم تحالف ضد الإسبان الكاثوليك فهذه كانت كذلك من فرج الله ومن تنفيسه على المسلمين في ذلك الوقت والبرتستنت في ذلك الوقت كانوا يقدرون المسلمين كانوا يعني يقدرونهم لأمرين الأصل هو أنه البرتستنت في أحد التحليلات التاريخية هو فرع من تأثر النصارى بالمسلمين لأنه في المسلمين ما فيش كهنوت ما فيش بابا ما فيش حكر على تفسير الكتاب المقدس ومارتل لوثر كان معجبا بالأحوال في المسلمين وكان معجبا بالحرية الدينية التي كانت في الدولة العثمانية فكانوا يرون أن المسلمين هم سيف الله القاطع على النصارى المنحرفين الذين هم الكاثوليك سنعود أيضا لقضية سفارته أيضا في فرنسا وكيف كانت تقدير ملك فرنسا وكذلك ملك هولندا للسلطان العثماني لكن هو يذكر من هذا الاقتباس الذي سنتناوله الآن حواره مع قسيس ويفسر له عدم رغبتهم في الزواج من النصارى هذا نستمع إليه أنتم الأندلس فيكم عادة غير محمودة قلت ماهي قال أنكم لا تمشون إلا بعضكم مع بعض ولا تعطون بناتكم للنصارى القدمى ولا تتزوجون مع النصرانيات القدمى قلت له لماذا نتزوج النصرانيات القدمى وكان بمدينة تقير رجل من قرابتي عشق بنتا نصرانية ففي اليوم الذي مشوا فيه بالعروسة إلى الكنيسة ليتم النكاح احتاج يلبس العروض الزرد المهند من تحت الحوايج وأخذ عنده سيفا لأن قرابتها حلفوا أنهم يقتلونه في الطريق وبعد أن تزوجها بسنين لم يدخل إليها أحد من قرابتها بل يتمنون موته وموتها والنكاح لا يكون ليتخذ به الإنسان أعداء بل أحبابا وقرابة إذن ذكر هذه القصة ربما أراد أن يحرجه بهذا السؤال هذا كان فيما قبل أن يخرج من بلاد الإسبان وطبعا كان هناك إشكال واضح أن هؤلاء المسلمون الذين أجبروا على التنصير يؤدون الطقوس النصرانية التي أجبروا عليها وكذلك يذهبون إلى الكنيسة ويعني يقومون بكل المظاهر التي تنجيهم من العذاب المفروض عليهم لكنهم في حقيقة أحوالهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويظلون محتفظين بإسلامهم السلطة الإسبانية ترى هذا فيهم ولكنها بمجرد ما تشتم من أحدهم إسلاما حقيقيا حتى تذهب به إلى محاكم التفتيش وكثيرا ما تكون العقوبة هي الحرق الحرق في ميادين عامة يعني مسألة المحارقة هذه كانت مسألة مشهورة لكن أحد أشكال المقاومة هو أن هؤلاء المسلمين لا يتزوجون إلا من بعضهم البعض بخلاف اليهود هو على فكرة ذكر قبل ذكر في موضع آخر من كتابه أن اليهود على وجه التحديد كان فيهم من الخبث بحيث أنهم إذا أظهروا النصرانية زوجوهم من بناتهم وتزوجوا من بنات النصارى ثم بعض اليهود قد يتدرج في سلك الرتبة الكهنوتية المسيحية حتى يتولى قاضيا لمحاكم التفتيش وهو الذي إذا وصل إلى هذه الرتبة يكون أشد في عقوبة المسلمين من النصراني الكاثوليكي فيقول رأيت من خبث اليهود ما لا كنت أظن أن أراه أبدا المسلمين على خلاف هذا المسلمين كان أحد مظاهر هذه المقاومة أنهم لا يتزاوجون إلا من بعضهم البعض فهو هنا يذكر حواره مع كبير القساوسة في غرناطة فكبير القساوسة في غرناطة يعني بيكلمة بيقول له أنتم المسلمين في لديكم عادة سيئة أنكم لا تتزوجون من إيه من غير بعضه هو طبعا حاول أن يحسن التخلص من هذا المأزق قال له طيب أنا أحكي لك حكاية إحنا لما واحد مننا حب يتزوج بنت من النصرانيات القدمة أهلها رفضوه حتى إنه اضطر حين تزوجها إنه طالع مسلح في العرس يعني يكون مسلح وأن يحمي بيته كذلك وظلت سنين ما حدش بيزرها من أهلها وقاطعوها والإنسان يتزوج لكي يصنع أصهارا لا لكي يكسب أعداءا فهو حسن التخلص لكن هو بيقول حقيقة هذه القصة إنه هذا الفتى المسلم أحب هذه الفتاة النصرانية الأصلية الكاثوليكية ولكنه أقنعها حتى أسلمت ولما أسلمت تزوجها ثم بدأت البنت بعد ذلك تدعو إلى الإسلام حتى كانت سببا في إسلام أمها الكاثوليكية حقيقة وهذا كله في السر هذا كله في السر هذا كله في السر مسألة المسلمين بعد سقوط غرناطة ملف من الملفات العظيمة التي تستحق أن تناقش كنت ذكرت بعض ذلك في كتابي في أروقة التاريخ ولكن هناك عدد من المؤلفات التي ألفها المستشرقين الفرنسيين والإسبان في رصد المقاومة الهائلة التي أبداها المسلمون لحملات التنصير وصل بعضها يا مولانا إلى أنه كان المسلم المسجون في محاكم التفتيش يحاول أن يدعو النصارى المسجونين معه ويحاول أن يدعو اليهود وأحيانا يحاول أن يؤسلم القضاه القساوس الذين يحاكمونه فنحن الحقيقة كنا أمام عدد هائل من البطولات التي صدرت عن المسلمين في هذا الموضوع فهو من ضمن الأشياء الكثيرة التي ذكرها هي هذه القوة النفسية والبسالة والإصرار بيقول أن القرآن الكريم ظل في بلاد الأندلس مئة عام يتداوله المسلمون حتى بعد أن منعت سلطات الإسبانية حيازته فهذه كانت أحد أشكال المقاومة وأيضا الإسبان كانوا ينتزعون الأطفال المسلمين حتى يربونه عندهم في الأديرة هو طبعا إحنا بعد حوالي أكثر من مئة سنة يعني بعد مئة وعشرين سنة من سقوط المسلمين في الأندلس ومن موجات محاكم التفتيش أيقن الملوك الإسبان وجاء في عهد الملك في ليب أيقن أنه لا يوجد حل مع هؤلاء المسلمين مهما عملنا معهم لا يزالون يعبدون يعني يعبدون الله ويلتزمون بدينهم سرا ويعبدون دين النصارى جهرا فساعة إذن خاف الملك في ليب من أن هؤلاء الأندلسيون المسلمون يكون أحد أشكال يعني لو أنه حصل تحالف بين العثمانيين وبين السعديين في المغرب وبين الهولنديين فإن هؤلاء المسلمون سينقلبون ويكونون أحد عوامل التمرد فساعة إذن اتخذ قرارا بطردهم لكن الوثيقة اللطيفة يعني فيه وثيقة نشرها هنا في كتابه أنه كان يتكلم مع واليه على مدينة بلينسيا ما تزال بنفس الاسم بلينسيا في إسبانيا حتى الآن بيقولوا أن هؤلاء المسلمين مهما فعلنا معهم فما فيش أي نتيجة ولذلك أخذ قرارا بطردهم حين أخذ قرارا بطردهم جميعا هو طرد حوالي 800 ألف مسلم 800 ألف عدد كبير خاص في ذاك زمان خمس قرون نعم قبل خمس قرون نحن نتكلم في عدد هائم هذا شعب كاملين شعب نعم فكانوا ينتزعون منهم أولادهم لكي لا يعني لا يخرجوا بهم يعني يقولون أن هؤلاء الأولاد ما زالوا لم يتشربوا الإسلام فتنتزعهم الدولة نعم لكي تربيهم على النصرانية نعم فهم فعلا كانوا ينتزعون الأول أقل من 13 وبعدين خلوها أقل من 10 وبعدين خلوها أقل من 7 نعم إذن هل نستطيع أن نقول تفسير معاملة الإسبان للمسلمين هو سبب سياسي خشية أن يتمردوا لا هو الأمران الأمران معا هو الأصل هو السبب الديني نعم لأنه بمجرد ما سقطت الأندلس بعد أعوام قليلة يعني 6 أو 7 سنوات بدأت العصبية والتعصب النصراني في إزالة كل مظاهر الإسلام وفي تحويل المساجد إلى كنائس وفي منع المسلمين من موارسة شعائرهم لكن هو بعد هذه الفترة الهائلة الدموية نحن نتكلم في حدود 120 سنة يعني لك أن تتخيل ثلاثة أجيال وإسبانيا وكانت في ذلك الوقت قوة عظمى إسبانيا في ذلك الوقت كانت قوة عظمى عالمية الإسبانيا وبرتغال في ذلك الوقت التي اكتشفت بدأت عصر الكشوف الجغرافية واكتشفت الأمريكتين وتدفقت عليها الفضة من الأمريكتين وكانت أساطيلها تذهب إلى اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتأتي بالبضاء من شرق إفريقيا فنحن نتكلم عن دولة كانت أكبر دولة أكبر قوة عظمى في ذلك الوقت وحقيقة لو لأن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت القوة العظمى العالمية الإسلامية لكانت النتائج والخطورة على كل الشمال الإفريقي ستكون كارثية فقصدت القول أنه هو بعد هذه السنين أدرك أنه كل إجراءات التعسف والتعذيب والإحراق والعقوبات لم تثمر الثمر المرجوة فبالتالي أراد أن يتخلص من هؤلاء المسلمين اللي هم أصلا إسباعي هم أصلا أبناء الأرض هؤلاء ليسوا كلهم من أصول عربية هم من أبناء هذه الأرض ويبقى أيضا خطورة البقاء بين الظهريني الكافرين في وضع مثل هذا إكراه على العقيدة ربما هذا أيضا كثير منهم لا شك أن هناك صمود لكن يبقى هناك ضحايا والله طبعا جزاكم الله خيرا على هذا السؤال هذه ملاحظة مهمة شوف بقدر ما أنت تقرأ من بطولات المسلمين ومن أمور خارقة وباسلة ومذهلة ومثيرة للدهشة ومثيرة للتعظيم والإكبار لكن يجب أن نقول في حقيقة الأمر أن أغلب الناس إنما ذابوا وتنصروا ويعني جرفتهم هذه الموجة الغالبة بل بعض الناس كان يعني بعض الناس الذين تنصروا ومنهم يعني مثلا كان المستشرق الفرنسي لوي كار دياك له كتاب اسمه المورسكيون والأندرسون والمجابهة الجدلية استخلص هذا الكتاب من سجلات محاكم التفتيش منشوره موجود على الإنترنت هناك عدد من الكتب أيضا مثل كتاب باروخة وكتاب مارسدس أرينال المهم حقيقة هناك كثير من الناس لم يستطيعوا أن يحجزوا أنفسهم ولا أن يحجزوا أولادهم عن أن ينخرطوا ويندرجوا في النصرانية وبعضهم كان من أصول عربية ثم صار قائدا في الجيوش النصرانية الكاثوليكية الإسبانية ويروي من الوقاع المؤثرة التي قرأتها أنه امرأة بعد أن بلغت الأربعين من عمرها كانت جاءت إلى القسيس تعترف بأنها نشأت مسلمة ويأخذت دينها سرا لكنها فيما بعد تزوجت من مسيحي كاثوليكي وهي في هذا السن تشعر أنه ما يزال في نفسها بقايا من الإسلام فتطلب من القسيس أنه يحرقها إن كان هذا يطهرها من بقايا الإسلام الذي في نفسها فحقيقة وهنا في هذه الأجواء ألف الوان شاريسي كتابه المشهور أسنى المتاجر في من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر فبالنهاية يجب أن نقول أنه صحيح كانت المقاومة في غاية البسالة والبطولة ومثيرة لكل إعجاب لكن النتيجة النهائية كانت غلبة المسلمين وارتداد كثير منهم عن دينه نعم ذكر في هذا الكتاب موقف السلطان العثماني من محنة المسلمين في الأندلس دعنا نستمع عليه في هذا الاقتباس ولما صح عند سلطان إستنبول بخروج الأندلس الذين يسمونهم ببلاد الترك بمدجنين كتب كتابه السنية إلى سلطان فرنجة بالوصية عليهم ونفع ذلك الكتاب الأندلس نفعا عظيما تقبل الله منه وجعله في أعلى عليين ببركة سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ولما أعطوني كتب السلطان قلت لبعض من كان يعتقدوني منهم أن يترجم لي الكتب وبعد الكلام الذي من عادتهم يصدرونه قالوا للقضاء نأمركم أن تقفوا مع حامل هذا الذي يتكلم على الأندلس لأن السيد الكبير كتب لنا في شأنهم وهذا الاسم لا يسمون به أحدا من ملوك الدنيا وذلك ببركة الإسلام إذ هو أعظم سلاطينها إذن دعنا نستمع إلى التعليق لهذا الاقتباس بعد فاصل قصير بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وضع بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وضع من جميع ويبقى الآثار إذن في هذا الاقتباس الذي قرأناه قبل الفاصل يتحدث عن السلطان العثمان ويصفه بأنه السيد الكبير وتدخل سياسيا لتحسين أحوال المسلمين الأندلس هنا ربما نحن بحاجة إلى أن نلقي ضوءا على مسألة الدولة العثمانية والأندلس لكي يرتبط المشهد في ذهن المشاهد فالأندلس سقطت يعني أقصد السقوط الأخير لغرناطة سقطت بعد وفاة السلطان محمد الفاتح ب12 سنة فالدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت دولة قوية يعني السلطان محمد الفاتح وبعده ولده بيزيد الثاني وبعده ولده السلطان سليم وبعده ولده السلطان سليم القانوني إذن فتح القسطنطينية كان موازي لسقوط الأندلس قبل أربعين سنة يعني فتح القسطنطينية قبل أربعين سنة من سقوط الأندلس لذلك حتى إذا أحببت أن تنظر نظر عامة إلى التاريخ فهذه المرحلة من مراحل التاريخ نستطيع أن نقول أن الإسلام والمسيحية تبادل فيها ضربتين قويتين أو ضربتين قويتين لأن الدولة العثمانية حققت إنجازا هائلا بفتح القسطنطينية والانسياح في الشرق الأوروبي أكثر بعدها حصل فتح بالقراد وبعدها بودابست والإسبان أخذوا الأندلس وكذلك بعض المناطق الشمال الإفريقي والتفوا حول الدول الإسلامية الموجودة في الشرق والجنوب الإفريقي وكذلك في الهند بس أنا الآن نحاول أن نوضح الصورة فذكرت أن سقوط الأندلس هنا كان في لحظة الدولة العثمانية فيها دولة قوية لكن حقيقة السلطان بيزيد الثاني اللي هو ابن محمد الفاتح وأبو السلطان سليم هو أضعف صلاطين هذه الفترة كان سلطانا فيه نوع من روحانية وتصوف لم يكن لا على همة أبيه محمد الفاتح ولا على همة ولده سليم ولا على همة حفيديه سليمان القانون وهذا من المؤسف الآن لو ننظر من جهة الدولة العثمانية فالدولة العثمانية كانت موجودة في الجانب في شرق أوروبا وتفتح بلاد البصنة والهرسك وبلاد المجر وهذا إنجاز السلطان محمد الفاتح لكن إلى شرقيها الدولة الصفوية وهذه أحد التحديات وإلى جنوبها الدولة المملوكية ولم تكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت على وفاق مع الدولة المملوكية فسقوط الأندلس لما كان في عهد بيزيد الخاني جاء في وقت الدولة العثمانية مشغولة فيه بعدوين في الشرق الدولة الصفوية التي واجهها فيما بعد السلطان سليم في معركته المشهورة معركة شالديران وكذلك الدولة المملوكية كانت على عدوة مع الدولة العثمانية وفي ذلك في هذه الأثناء تمدد السلطان سليم إلى الشام وإلى مصر ولما جاء السلطان سليمان القانوني استأنف الجهاد على هذه المساحات فإذن اللحظة التي صغطت فيها الأندلس لماذا لم تنجدها الدولة العثمانية بكل قوتها لهذه العوامل انشغالها بالدولة الصفوية والدولة المملوكية طبعا هذه تفاصيل كثيرة لا يتسع لها الوقت ولكنها حاولت أن تساعد الأندلسيين من خلال بعض أمور طبعا هي ما كان يمكنها أن تسير لهم جيشا لا من خلال أوروبا لأن كل أوروبا هي في وجه الدولة العثمانية سواء مملكة النمسا أو فيما بعد بقية القوى الأوروبية ولا كان يمكنها أن تسير لهم جيشا من خلال الشمال الإفريقي لأنها ستمر على الدولة المملوكية وحتى حين امتلكت مصر والشام فيما بعد فالمسافة هائلة جدا من جيش يتحرك بريا من القسطنطينية إلى الشام إلى مصر إلى كل الشمال الإفريقي هذا شيء مستحيل ماذا فعلت الدولة العثمانية؟ يعني نستطيع أن نقول فعلت أمرين الأمر الأول أنها استخدمت علاقاتها الدبلوماسية القوية مع فرنسا فرنسا في ذلك الوقت كانت تخشى من النهوض الإسباني وإسبانيا الكاثوليكية والتفوق الإسباني فالتجأت إلى الدولة العثمانية وشكلت بينهما تحالفا وهذا التحالف هو الذي جعل للدولة العثمانية موطئ قدم في فرنسا وهو بذرة الامتيازات الأجنبية التي أعطتها الدولة العثمانية لفرنسا كثير من الناس لا يستطيع تفسير لماذا الدولة العثمانية منحت الامتيازات الأجنبية لفرنسا لأن الامتيازات تكون أحد أسباب السقوط فيما بعد الحقيقة كان هذا السبب أحد دوافعه هو أن تفتت التحالف الكاثوليكي الذي كان سيتوجه ضدها في أوروبا والذي استفاد منه الأندلسيون الذين استطاعوا أن يذهبوا إلى فرنسا والسبب الثاني من خلال الأسطول الموجود في البحر المتوسط والذي قاده القادة الكبار المشهورين في البحرية العثمانية خير الدين بربروسة وعروج نعم ومن خلال الدعم المالي الذي أعطته لي الولاة في شمال إفريقيا بالذات الوالي في تونس والعلاقات الجيدة التي أرادت أن تنسجها مع السعديين في المغرب فالدولة العثمانية شكلت ما يشبه الحاضنة للأندلسيين ولأجل هذا نقرأ كثيرا في وثائق الأندلسيين في ذلك الوقت أنهم ينتظرون النجدة من السلطان العثماني وأن السلطان العثماني هو المهد المنتظر وأن كثيرا ما ظهرت فيهم حتى الخرافات بأن السلطان العثماني يوشك أن يأتي وينتصر ويعيد الأندلس مرة أخرى لكن هنا يسميه السيد الكبير أنفسهم يسمونه صحيح لأن الدولة العثمانية كانت في ذروة قوتها وكانت قوة عظمى عالمية فهو يقول أن الملوك الأوروبيين كانوا يسمون السلطان العثماني السيد الكبير ومن أوجه ومظاهر هذه العظمة العثمانية أن الملوك الأوروبيين الكفار كما يسميهم يبعثون بالسفراء المقيمين في القسطنطينية على نحو دائم بينما السلطان العثماني لا يفكر في إرسال سفير دائم وهذا حتى يفهمك أنه البروتوكولات والديبلوماسية كانت مختلفة في ذلك الوقت كان اللي بيعطي سفير هو الطرف الأضعف ولكن الحال الإسبان يختلف معهم الإسبان كانت المشاكل قائمة طبعا قائمة لأجل الأندلسيين ولأجل الاعتداءات الإسبانية على الديار الإسلامية وحتى من أجل الاعتداءات الإسبانية على المكسيك يعني كان بين السلطان سليمان القانوني وبين ملك المكسيك علاقات وهذه من الأمور التي ما تزال تحتاج إلى بحث ولا تزال الوثائق ستكشفها إن شاء الله يذكر قصة امرأتين تركيتين أسيرتها ووضعات في فرنسا صحيح هنا أيضا هذا شكل من أشكال التعاون هو يذكرها باعتبارها أحد الإنجازات التي قام بها في سفارته إلى فرنسا ولما ذهب إلى فرنسا وجد امرأتين تركيتين موجودتين عند أميرة فرنسية هاتان المرأتين أسيرتها من خلال البحرية البندقية طبعا في ذلك الوقت كانت القوة الاقتصادية وأيضا قوة سياسية موجودة في إيطاليا المدن أو الجمهوريات الإيطالية المعروفة في التاريخ الجنوى والبندقية وهكذا هؤلاء أسيرتها هاتان المرأتين أسيرتها ثم اشترتهم امرأة فرنسية لما رأت أن إحدهما تجيد الغزل فهو في سفارته إلى فرنسا التقى عند هذه الأميرة بهتين المرأتين التركيتين وتوصلتا إليه أن يحاول إعادتهم إلى القسطنطينية من خلال علاقته الطيبة بأحد الناس في هولندا لأن هولندا ذكرنا أنها كانت على علاقة سيئة بالكاثوليك الإسبان استطاع أن يهربهما من قصرهما إلى الرجل الهولندي وهذا الهولندي وضعهما في سفينة متجهة بالفعل إلى اسطنبول طبعا هذه العلاقة الجيدة أيضا تسببت في أنه مثلا بعض الأسرى المسلمين الأندلسيين كانوا يقعون في أيدي الهولنديين فكانوا يرسلونهما معززين مكرمين إلى المغرب كذلك كانت سفارة أصلا أفقايل أندلسي إلى فرنسا لأن بعض البحارة الفرنسيين الذين نقلوا المهجرين من الأندلسيين إلى المغرب خانوا هؤلاء المهجرين وأخذوا أموالهم ونهبوها وتركوهم في جزر في البحر تابعة للمسلمين لم يوصلوهم إلى فكانت من مهمات سفارته أن يذهب إلى فرنسا لكي يعود ما نهب إلى المسلمين لكن الفرنسيين راوغوه ويعني أخفق في هذا الجانب لكن حب الأندلسيين للعثمانيين أنتج ظاهرة طريفة جدا وهي طبعا ما يشاع عن أن العثمانيين كان السلطان يقتلوا إخوته هي هذه لم تكن شائعة وإنما وقعت في أكثر من مرة فمثلا حين انتقد العثمانيون بأن السلطان يقتلوا إخوته هذا في المناظرات سؤال وجهة إليه قال له أنت أقول لك شوف هنا كيف تعلق الأندلسيين بالعثمانيين برر لهم برر للعثمانيين هذا الأمر وقال أن هذا من أجل وحدة الكلمة ومن أجل أن لا تتفرق قوة السلطنة بين الإخوة المتنازعين عن الحكم وهم يشبهون في هذا النحل ملكة النحل حين تطير ويطير وراءها ذكور النحل هي تظل تطير وتطير وحتى يهلك كل الذكور إلا أقواهم لكي يكون نسل النحل نسلا في الظروع هو مجرد دفاع ولكن يوقع المسألة نفسها هذه مطروحة قضية قتل الإخوة عند التنصيب السلطان الجديد هو الكلام فيه تفصيل بس مقصدي منه هنا أنه حب الأندلسيين العثمانيين حتى برروا لهم ما هو واضح البطلان نعم طيب ملك هولندا أيضا مجاملة ربما أيضا لسلطان المغرب كان أرسل إليها 300 من المسلمين كهدية نعم هؤلاء هم الذين أسرتهم وقعوا في الأسر هؤلاء آخرون الذين وقعوا في الأسر ونهبوا هؤلاء وصلوا إلى الديار الإسلامية لكن أرادوا استعادة أموالهم أما الآخرون فهؤلاء حاولوا أن يهربوا إلى المغرب فوقعوا في يد البحارة الهولنديين نعم فساعة إذن أرسلهم معززين مكرمين إلى ملك المغرب هولندا في ذاك الوقت أصبحت بروتستانتية والدين بروتستانتي يرى بأن هناك عداوة بينه وبين الكاثوليك وحتى أنه يصفون المسلمين في ذلك الوقت بأنه سيف الله الذي صلته على الوثنيين صحيح هنا كيفية قضية فصل بين الملفات والتعامل مع قضية العدو عدوي صديق صحيح أكرمكم الله طبعا هذه ملحظة مهمة وإذا كان احتاجها الأقوياء في زمانهم فبالتأكيد نحن كمسلمين مستضعفين في حاجة أكبر لفهمها يعني أنت حين ترى أن المسلمين يتعاونون مع البرتستانت ضد الكاثوليك ويستثمرون هذا الخلاف الديني وكذلك بل يتعاملون مع الكاثوليك الفرنسيين ضد الكاثوليك الإسبان مستثمرين الخلاف السياسي فمن الطبيعي أن نعرف أنه في حالة الحاجة وفي حالة السياسة وفي حالة الاستضعاف لا بد لك من إنشاء علاقة وربما تحالف مع عدو العدو أنت ترى هنا أنه أحد مهمات سفارة أفوقاي أو أحد العروض التي عرضتها هولندا على أفوقاي أن يكون تحالفا بين الهولنديين والسعديين في المغرب ضد الإسبان لكن كان تقديرهم في النهاية أنه لا بد أن ينضم العثمانيون إلى هذا الحلف لكي يكونوا قادرين على مناهضة المملكة الإسبانية نعم يذكر واقع تبرز بلوغ المسلمين إلى أقصى شرق آسيا في ذاك الوقت بعض العلماء هناك أتوني بكتاب عربي قالوا لي أتعرف تقرأ هذا فلما طالعته كان يتكلم في التصوف وأن بعض الصالحين لم يتكلم في الجامع مع أحد من الناس وإذا احتاج أن يرد الجواب يخرج إلى باب الجامع ويرده قلت لهم فهمت ما فيه وأقدر أن أترجمه بالأعجمية فتعجبوا فيما بينهم وقالوا لي هذا الكتاب ساقوه من جزيرة كذا من الهنود المشرقية التي بيننا وبينها في البحر زمن طويل أقل من سنة في البلوغ إليها وهذا عجب لأن بين بلادك وبينه شيء كثير وأنت تفهم ما في الكتاب إذن هذا كان ربما يدل على انتشار اللغة العربية وبلوغ المسلمين لأقصى الشرق هذه في الحقيقة أحد مظاهر العظمة والفخر التي تتسرب إلى القارئ حين ينظر في هذا الكتاب هو الآن هذا الكلام في هولندا وهو كلام مع أحد قساوستهم وهذا الرجل كان يسافر وسافر إلى الجزر ماليزيا وإندونيسيا إحنا ذكرنا أنه في ذلك الوقت كان قد اكتشف طريق رأس الرجاء الصلح الذي يدور حول قارة إفريقيا وهناك جاء بكتاب من الكتب العربية وهناك أيضا تعلم العربية هذا الرجل الهولندي لكن هم بيقولوله يعني أنت الآن تزعم أنك عالم من علمائهم هل تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب فقال نعم أستطيع وبقول فتحت الكتاب كان كتاب في التصوف وذكر بعض الحالات بعض الصوفية من أنه ما بيتكلمش إلا بالقرآن وما بيردش على أسئلة إلا لو خرج من المسجد لكن هذا المشهد كان بالنسبة لهم مشهدا مدهشا لأن هذا الرجل الذي هو بالأصل من المغرب سفير مغربي يستطيع أن يفهم كتابا وجد في بلد يسافرون إليها عبر السنين بلد في أقصى المشرق فهو يقول أن هذا كان أيضا من دواعي فخره أن العربية لسان واحد يستطيع الناس أن يتواصلوا بها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب بينما الأعاجم يعني أوروبا نفسها مليئة بالخلافات واللغات التي تقاسمها أهلها فمحدش فيهم بيفهم الثاني بيقولوا وأنا فيما بعد لما ذهبت إلى الأزهر هو أفقاي لما ذهب إلى الأزهر احنا ذكرنا أنه حجة وبقي في الأزهر والتقى بي عليه الأزهوري لقيه في الأزهر لقيه في الأزهر بعض طلبة العلم الآتين من الهند وحدثوه عن انتشار الإسلام في الهند وإنه كمان في الهند ملك عظيم يشبه كده السلطان سليمان القانوني حدثوه عن جلال أكبر وجلال أكبر كان حفيدوه أيضا أحد أشهر منه في تاريخ الهند اللي هو أورينجزيم اسمه أورينجزيم بعالمكير فهو طبعا احنا الآن بعد ما عارفنا الحديثة هذا العصر يسمى عصر الإمبراطوريات الثلاثة الدولة العثمانية والدولة الصفوية والدولة المغولية في الهند فهو في موقعه في العالم الغربي ما كانش يدرك أن في الهند هناك سلطان عظيم وعنده جيوش كبيرة ولديه فيلة حتى أخبره هؤلاء الهنود الذين وجدهم في الأزهر الشريف أشد من ذلك أخبره بعض الأندلسيين الذين حجوا في مكة أنهم عملوا في خدمة سلاطين الهند يعني في أندلسيين ذهبت بهم الأقدار والمراتب والمواهب حتى كانوا يعملون في بلاد سلاطين الهند فهذا التوحد الذي يدل على اتصال الأمة شرقا وغربا وطبعا هو نفسه كم افتخر بأن المسلمين هم أقوى الناس وهم أكثر الناس انتشارا في ذلك الوقت وأن سلطانهم يبلغوا من أقصى هذه الجزر فهذه الجزر التي هو يسأل عنها هنا هذا الرجل الهولندي بيقول له هذه الجزر فيها مسلمون لأنه الجزر بعد الهند وبتكلم عن ماليزيا واندونيسيا الآن فما كانش يعرف أنه فيها المسلمون قال له لا أنا فعلا هناك مسلمين وأنا شفتهم ولديهم آلاف الجزائر آلاف الجزر والجزير وكل جزيرة فيها سلطان مسلم وربما الجزيرة لاتساعها يكون فيها سلطانان من المسلمين ويعلمون اللغة فيما بعد منطقة احتلتها جميعها فيما بعد نعم لكن بقول الإسلام دخل قبله بمئة وتلاتين سنة نعم فهذا كان جديدا على ودخول الإسلام كان بسبب التجار ولم يكن بسبب فتوحات في ذلك الوقت نعم يذكر في منزلة اللغة العربية أن بعض أهل أندلس في ذاك الوقت حتى بعد غلبة النصارى وكذا يقولون لا عربية بلا الله ولا عجمية بلا شيطان نعم صح هذه من الملحظات اللغوية اللطيفة نتركها لإخواننا البحثين في اللغة أن اللغة العربية من أكثر الكلمات تردادا فيها كلمة الله نعم فلذلك كل من سياع يعني من شرف اللغة العربية أنها ارتبطت بالله بينما اللغات العجمية يكثر فيها ترداد الشيطان نعم أيضا من المشاهداته في وصف باريس في ذاك الوقت وكانت ربما حاضرة أوروبا نعم وشبهها هنا بالقاهرة صحيح هو في وقته ذكر أنه باريس تشبه في الاتساع القاهرة نعم يعني طبعا الآن نتكلم في القرن السابع عشر نعم يعني القرن الحادي عشر يعني نتكلم بعد عصر الدولة العثمانية نعم بعض الناس يتصور أن عصر الدولة العثمانية حين فتحت الديارة العربية واستولت عليها كان عصر كله ظلام وانكماش نعم الحقيقة على عكس هذا الذي يدرس في منهج التعليم صحيح لكن هذه يعني الكتب المكتوبة في ذلك الوقت طبعا هذه النظرة بالمناسبة يعني تقريبا الآن لم تعد مذكورة يعني الدراسات الحديثة عن المدن العربية في العد العثماني نعم دراست نيلي حنة واندري ريمون ومنهم طبعا أستاذنا محمد شعبان صوان يعني بعض المؤرخين أنت تذكر الآن مصادر تاريخية علمية معاصرة ودراسات حديثة معاصرة لكن المناهج التعليم التي تدرس في المدارس إلى يومنا هذا صحيح تقول للطلبة بأن العثمانيين هم الذين أخروا الدول العربية وأنهم احتلال عثماني صحيح صحيح هذه النظرة لم تعد في المستوى العلمي مقبولة نعم خلاص الدراسات الحديثة أثبتت أن المدن العربية كانت في العصر العثماني مدن مزدهرة وكانت تجارتها مزدهرة لكن هذا رجل عاش في ذلك الوقت فكانت باريس بالنسبة له تشبه في الاتساع الدولة العثمانية يذكر قصة غريبة أقصد القاهرة نعم يذكر قصة غريبة عن بابا الفاتيكان والحقيقة هي غريبة وربما مضحكة دعنا نستمع إليه كنت أسمع أن واحدا من الباب البابا كان امرأة زانية وحملت وفضحها الله ولم نتحقق ذلك إلى أن طالعت كتابا قديما مكتوبا بالقالب وصحح ذلك ثم كتابا آخر وذكر مؤلفه أنه طالع 12 كتابا من كتبهم وذكر كل كتاب باسم مؤلفه والحكاية في كل واحدة واحدة وتركت أسماء الكتب للاختصار والذي ذكروا فيما قرأت أن ببلاد الإنجليز كانت بنت نصرانية اسمها جيلبرت وزنى بها رجل من أكابرهم في العلم ومشى بها إلى مدينة أطناش ببلاد اليونان وأخفت نفسها بلباس الرجال وسميت بيجوان وبلغت في العلم مبلغا عظيما وبعد سنين جاءت إلى مدينة رومة والناس يقرؤون العلم عليها إلى أن مات الباب المسمى بليون وذلك سنة 52 و800 من حساب سيدنا عسى فتولت هي الكرسي وصارت باب من الذين يعتقدون فيه أنه إله الأرض يغفر الذنوب للناس هو جميع أيمة دينهم ببركته وكان لها مملوك أو خديم وحملت منه ومشت يوما لزيارة موضع يسمى لترا أعني كنيسة ومعها خلق كثير فأخذها وجع النفاس ووقفت والناس معها إلى أن ولدت ولما سمعوا عياط المولود بان لهم ما كان مخفيا عليهم وماتت في الحين ونزل بجميع النصارى والقسيسين والرهبان حزن وخزي وذل عظيم إذن هذه هل هي قصة حقي أم هو بداية هذه من أشهر القصص في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية مسألة الباب الذي اكتشف فيما بعد أنه أنثى لأن حين ولدت ولكن في حقيقة الأمر هي طبعا مشهورة منتشرة ومكتوبة في مصادر عديدة قديمة يعني أنا حين بحثت عنها وجدتها مذكورة في مصادر منذ القرن العاشر الميلادي نعم لكن في تقديري أو على حد علمي كان كتاب أفوقاي هذا هو أول كأول مصدر إسلامي يذكرها يعني لا أتذكر أني قرأته مثل هذه القصة في مصدر إسلامي آخر طبعا أنا سألت بعض يعني إخوانا ومشيخنا اللي هم يعني باحثين في النصرانية فكان يراجح أنها قصة غير حقيقية وإن هي طبعا الكاثوليك يقولون بأنها قصة مفبركة من دعايات البرتستانت البرتستانت يردون عليهم بأنه يعني قصة مشهورة بهذا الشكل وتمت روايتها وجرت بمحفل من الناس فلا يمكن أن تكون وكذلك يبررون بها مسألة اختبار الذكورة عند البابا لأن لهم طقوسهم يعني في اختبار الذكورة لكي لا يتكرر الموقف نعم هنا ربما حتى لا يدركنا ولا يدهمنا وقت الحرقة أنا نفس الذي أريد أن أقوله أنه أحد فوائد كتاب رحلة أفوقاي أنه ينقل شيئا من الأمور الموجودة في أذهان النصارى سواء الأمور الموجودة في دينهم من قدرة الباباوات على التحليل والتحريم وأنه مثلا أحيانا يأمرونهم بحلق اللحية أحيانا يأمرونهم بإعفاء اللحية يعني ما يزيده القساوس والباباوات في التحليل والتحريم يذكر منه بعض أمثلة كذلك التصورات المغلوطة والمشوهة عن المسلمين لدى هؤلاء يعني هم مثلا يرون أن المسلمين يعبدوا أوثانا وأن المسلمين لما بحجوا إلى مكة ينظرون إلى تابوت نبيهم معلقا في الهواء بين عدد من المغناطيسات في منطقة التوازن توازن القوى المغناطيسية هذا ما يشيعونه عند سكانه ربا من تشويها للإسلام وهذه تصوراتهم وهو يذكر حتى أن المكتبات في فرنسا مثلا كانوا يخشون عليها من السرقة فكانوا يربطون الكتب بالسلاسل بحسن محدش يسرق الكتب في المكتبات هذه بالنسبة له كانت مشاهدات يعني عجيبة جدا ويذكر في خلال مناظرته أنه كان إذا عز عليهم ويعني افتخر بإسلامه نصره الله عليهم وأما إذا بهره أمرهم ودخل إلى نفسه الذل فإنه كان يذل في المناظرة وكان يشعر بهذا في نفسه وفي نفوسهم يعني القصد أنا يعني من ما هنا في هذه الحيثية بالدات الآن ربما من يستصغر نفسه وينهزم نفسي أمام الغرب يصير تابع ويتقبل كل أفكارهم في نفس الوقت لو اعتزى بدينه وانتقدم وأخذ منهم ما أفضل ما لديهم نعم نعم لها في هذا الكتاب تجارب عملية هو حقيقة يعني طبعا لست باحثا في الأديان يعني في المقارنة بس المناظرات التي ذكرها كانت مناظرات مفحمة وكانت تدل على قدرته وعلمه بالكتاب المقدس وهذه التي عجبت الشيخ المالكي عليه الإجهوري نعم فلذلك أراد أن يستخلص هذه الرحلة نعم نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية كما نشكركم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع شخصية ومذكراتها نتطلع عليها ونقف عند اقتباسات منها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسفر الحياة درس عظم تفيد الذي بتزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر